رجعت لكم اليوم في فيديو جديد وفي وصفة جديدة اول حاجة ناخت ثانية من وقت وقت كيف تشوفوا رجعت لكم اليوم بالوصفة الخيار او الكورنيشون الخيار هذية يعني النوعية سبيسيال للمخالة اللي تحصلوا مهوش كما الخيار العادي اللي نسموه نحنا في تونس ولد الجامرة ولا الفقوس المهم هذية نوعية هكا تكون قصيرة وتكون هكا احرش شوي النوعية هذية اول حاجة بش نغصلها بالباهي خطر فيها الطبعة برشة يعني يجيبوها من المسويني كما تعرفوا فيها الطبعة برشة المهم نغصله بالباهي على فكرة رشيت عليه الكربوناتو قبل ما نبدأ نغصل فيه لازم نغصله مليح 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 ننظفه مليح ونحيله كل النوارة متاعه هذي كم اللوطة تبدأ يابسه النحوها بالنسبة لي الكمية هذية اللي خذيتها 3.5 كيلو يعني بش نعمل في البيدون الكبير متاعه خمسة كيلو وبش نعمل شوية فرلت بيبس بلار يعني دبوزة متاعه كيلو ونص حصله المهم الهنا نغصله كونتيتي هذيك متاع الكورنيشون هذيك اكيد نتصور راهو موجود حتى في تونس من مستحسن يعني تعملوه الكورنيشون خطروا بنين برشة ونستحقوه خاصة في صلايت ونستحقوه حتى وهو مع الحاجات الجارية في الشتاب صراحة يبنن برشة الماكلة خاصة كي يبدأ مع حاجة جارية هكا وتبدأ سخونة وإلا زادة في صلايت نستعملوه برشة في صلايت خاصة في رمضان بصراحة راهو بنين على الاخر ننصحكم بش تجربوه المهم الهنا نكمل نغصلة كونتيتي هذيك كاملة بتاع الكورنيشون ومبعض بش نوريكم المرحلة اللى مبعدة اللى هي اهم مرحلة هذي الكورنيشون بعد ما غسلتوا بالبهي لازمني ننحيل واكل لجعر ملوطه هذك ومن فوق كيف ما تلاحظوا ننظف هو النحيل واكل لجعر المنفوق ومن لطا ننظفها الكونتيته هذيك كاملة بالبهي ومبعد بش ننملحوه كيف ما قلتلكم بالنسبة لي الكونتيتيك كما تشوفوا بشي نقسمها على جزئين يعني بشي نحط في البيدون البلاستيك هذيك اللي بجنبي بالنسبة للبلاستيك هذي الناس اللي تقول لي مثلا علش ما تتملحش في البلاستيك بالنسبة لي نرأوا الهنا في تركيا متوفر لنا البدين هذو مرم سبيسيال مو للحاجات متاع العولة يعني نقولوا نحن للمملحات يعني المخلات او مملحات حصيلوا المهم اللي هي مثلا متاع الممالح نقولوا نحن بالعامية التونسية يعني البدين هذوكم نصعملوا فيهم المملح صدقوني يبقوا عام كامل ما يصير لهم حتى شي وعندي حتى مملح صدقوني عندها اكثر من عامين لحد الان كيف ما هي ما صار لها حتى شي صدقوني واللي جرب الطريقة متاعي يعتمدها ديما ومعادش يتخلى عليها الطريقة هذيك خاصة الناس اللي مثلا اول مرة بش تجرب ننصحكم جربوا الطريقة هذي راهي سهلة وبسيطة واللمملح متاعكم تصبر لكم اكثر من عام المهم اللي هنا نكمل ننظفك الكورنيشون هذيك كما تلاحظوا ومن بعد بش نوريكم شنو بش نعمل يعني شنو المواد اللي بش نستعملهم في المملح وبالنسبة للماء نعاود ونذكر الماء خاصة الناس اللي عندها كالكير في الماء الماء متاعكم غلوه بالباهي بش يتنحى منه كالكير يعني يتعقم الماء هذيك بالنسبة للناس اللي تحب تملح بالماء الصافي اي ما فهم حتى مشكل يعني يحب بذاء اما الماء الصافي لازمكم تسخنوه شوي متخلوه شولين يغلي تسخنوه شوي يعليش بش يسرع عملية الطهي متاع الكورنيشون هذيك او المخلل هذيك مش عملية الطهي يعني بش نقولو نحنا بش يتملح فيه ساعي يعني على فكرة الطريقة هذية متاع المالح اللي نعملها هو لما حال الطريقة هذية في الاغلبية متاع المالح الكل يعني نستعملها ستكوني بعد 20 يوم يبدأ المالح حاضر ويتاكل وتنجمه حتى راهو في اقل يعني تغلوا المالح متاعكم حتى بعد 15 يوم تنجمو تاكلوها خطر اللون متاعو تصدقوني بعد بنهار اللون متاعو يتبدل يولي أصفر نقولو نحنا يعني يولي يرجع بش يولي طري يعني نقولو نحنا يدو أيوان اما يبقى يتجرمش راهو الهناك فيما شفتوا بالطريقة هذية نظف وقل كورنيشان هذيك والهنا بعد ما نظفت خذيتك الكعبات الكبار هذوكم بيش نحطهم الهناك في البيدون هذي الكبير وبنسبة للكعبات الصغار اخترتهم خليطهم على جنب بيش نحطهم في البيبز البلار وعندي الهناي رس متاع ثوم كيف ما ششتوا قصيت وهكا ترعون شاد ونحط الثوم من الأول وبعد نبدأ نعبي عليها كورنيشون هذيك وقت نعبي الكونتين بتاع الكورنيشون متاعي بيش نحط الثوم من فوق بالنسبة للمواد اللي بيش نستعملها او المقونات بيش نستعملها اللي هي ملح وسكر وخلى عنب بالنسبة للناس اللي ما عندهاش خلى عنب تنجموا تكتفو بخلى التفاح بالنسبة للخلى بيذ خلى بيذ راهم تعتنظيف أكاهم ووش متاع ملح بالنسبة اللي يحب على طريقة تونسية في عود الخلى تنجموا تعملوا القارس يعني تعصروا القارس تعصروا كعبة ولا اثنين قارس وتنجموا تحطوا ترونشيت زادن فهم مش حتى مشكل اما بالنسبة لي الطريقة هذي بصراحة راهوا القرنشون يجيكم ببنين على الأخر يتعملوا فيه الخل وأصلا يصبر الخل يصبروا أكثر من لازم يعني يصبر أكثر من لازم المهم نعبي كنت اعتمت على القرنشون هذيكا في البيدون كيف ما تلاحظوا ونحاول هكا نستويه نحاول باش البيدون يرفع أكثر عدد منكم من القرنشون نقوله نحنا ونبعد بالطبيعة باش نحط له الثوم من فوق الثوم هذيكا راهوا أساسي بالنسبة للناس اللي في بلايس مثلا يخافوا للقرنشون متاعهم وإلى الترشي متاعهم باش يفسد تنجموا تحطوا فيه كعبات حمص يعني حمص يابس يكون مغسول تحطوا في الجعر متاع الدابوزة زي دراو يستحفظ لكم على الملح متاعكم ما يسير له حتى شي والهنا آخر حاجة باش نحطها اللي هي الثوم من فوق وبعد باش نصب كيف ما قلت لكم باش نحط السكر باش نحط الملح والخل بالنسبة للسكر كيف ما هي تحافظ على الشكل متاع وفي نفس الوقت تحافظ على المليش وباش نزيد الملح كل اترة يعني كل اترة في البيدون هذه نحطوا على مغارفة ملح يعني باش نحط ب5 مغارف الميكلة متاع ملح خاطر البيدون هذه متاع 5 اترات هذه خلقها قاعدة مسلمة من عندي وطريقة رهي مجربة وسنين عندي سنين نستعمل فيها خمسه مغارف ملح حجري يعني الملح متاع الترشي يعني نحن متاع الملح ما هوش الملح اللي نملحو به الماكلة الجويد لا رو الملح نخشيه الملح الصخري هذك اللي نستعملوه ولهنا عندي خلع نب هذائي دي ما نستعملوه لحقيقة خطر يعطي طعم بنين على الاخر للملح بش نكيل بالكاس هذائي نكيل كاس مليان بنسبة للخمسة يترات هذوكم بالنسبة لما عندوش خلع نب كيف ما قلت لكم يعوضوا بخل التفاح من المستحسن بالنسبة لخلة بيضروا ما هوش متاع ملح خوضها قاعدة هذي الخلة بيضروا فقط نعقمو به وننظفو به الغلة متاعنا ولا الخضرة ولا اللي هو المهم هذي الكاس كيف ما شفته عبيتو بش نصبوه لهنا في البيدون وبالطبيعة عندي على بجنب متاعي عندي مسافي سخنتو جوز تسخينو بره مش يغلي تسخينو بره بش نصب دول مسافي هذك هنعبي به البيدون وبالطبيعة نوريكو مش نوش نعمل بال الضبط كيف ما تلاحظوا طريقة سهلة وبسيطة متاخذش حتى وقت تنجمو حتى الانواع متاع المالح الكل تنجمو تخلطوه مع بعضها رو مثلا تنجمو تحطوه معها سفنيريا تنجمو تحطوه معها فلفل برعبي تنجمو تحطوه معها تماطم تبدأ خضرة ولا مستصفرة اللي تحبو انتم المهم ولينك ما شفته نعبي يكل ما هذيك لان نعبي البيدون بتاعي لازمني نعبيه بالبهي المال يزمو يوصل للفوق يعني يغطي لي يكل الكونتيتين بتاع الكورنيشون هذيك وبال تضيح المال في الماء. ماذا بيكم هذي اخذها قاعدة إذا تلقوا منو هذيك الحاجز هذيك البلاستيك كيف ما تلاحظو هذي يكامو تاخذو منو هذيه يحمي الكورنيشون متاعنا أي نوع بتاع المالحب متاعنا يحميها وتبقى ديمة في وسط الماء متطلعش الفوق إذا تطلع الفوق وتشمل هو راهي تفز ديلكم ماذا بيكم تحطوه الحاجز هذيك بش ديمة المالح بتاعكم تبقى ديمة في وسط الماء كيف ما تلاحظو حطيتو ولين هبطو يعني ما حبيتش النمس بداية ونسكر البيدون متاعي وبعد باش نخضه شوي بالنسبة البيدون نخضه شوي بشكل الملح والسكر هذك والخل يتخلطوا بالبهي ويدوروا في وسط البيدون كامل يعني ما يبقوش مترس بين اللوطة يعني في الجعر متاع البيدون كيف ما تلاحظوا نخلطوه شوي وبعد نحطو البيدون متاعنا مجلوب لين يبرد كلماء هذك اللي في وسطه وبعد نحطوه في بلاسة يعني ظل نخبوه عام كامل ما يسير له حتى شيء وكيف ما قلت لكم هذي بعد عشرين يوم بإذن الله الطرشي متاعكم يكون حاضر صدقوني ويكون بنين على الأخر وخاصة في رمضان نستعملوه برشا في سلايت هذي الفيديو متاع اليوم وهذه كانت وصفة اليوم اللي هي مخلل الخيار وإلى الكورنيشون طريقة سهلة وبسيطة بمكونات موجودة في كل دار إن شاء الله يربي الفيديو أعجبكم إن شاء الله استفدتوا منه بطبيعة اللي يشوف القناة الأول مرة فضلا وليس أمرا اشتراك وتفعيل الجرس بس يصلكم كل جديد وبطبيعة فضلا وليس أمرا لايك وكمنتير وبرتاج مع الأهل والأحباب وبسلام